السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بخير نبدأ بداية من قبل الإصلاح هذه التفريشة ستكون 22 سنة وهي تفريشة بلدية كان صوبة الوالدة سوف ترى هذا السجور هذا السجور سوف تحول كل شيء ولكن سوف نريكم كيف سترى الدنيا هذا السجور 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 سوف تحضر لتحضر مغلوق لكن لديه السجور سوف نضع رابط سوف تحضر من أجل من أجل السجور سوف تحضر من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل المهمة سوف ترى من أجل من أجل من أجل من أجل المنجر من أجل المنجر من أجل المنجر المنجر من أجل من أجل من أجل المنجر المنجر النجر من أجل طبيع فهو أجل مجر المنجر من أجل المنجر المنجر من أجل المنجر الخلاة اعجبني بزاف. درت له 160 في العرض وخليت له كل شي جديد. بالنسبة لهذا الراس هذا الخدمة ديالو زوينة زوينة عجبتني بزاف. شكرا لك تعريق على الخدمة ديالك. بالنسبة لهذا الياقوت ولا ولا كيكي يقوله جوهارة ومنعفتش شون كي يعيطولها بزاف هادة صبغة هذي درتها في جزء البيوت كي كنت هدرت معكم في الفيديو الاول. هذا الكوفوز اللي خدموا لي اكثر من رائع بالمرأة ديالو الجوج دياللي طابل دونوي. وحتى الماريو غادي تشوفو كي كان وكيف ولا هنتم ما تصبعوا كله لشتوا الفيديو الاول كي كان كان يحلون ديال الباب ولكن الباب شي ما سائل غادي تقولوا لي علش ما درتيهاش. هنقول لكم هنشرح لكم من بعد فيديو اخر. بالنسبة لبيت الدراري ما بقاش اربعات بارك الله كبرو دعبة. حضرت لهم هنا يا بالتلت وتهو درت له دك لياقوت ودرت له دك لجوهارة اختاريته في جوج بيوت بيتي وبيت الدراري. هاد جيها درتها ديال كلاس وفي نفس الوقت النعاس. وجيها الخرا درتها فوتوي لان الدراريو لديك يبغوا يلعبوا دائما في بليستيشن. وما زال ما رصيتش انا غاية اعطت لكم هدا واقع اللي وجد. ما زال ما رصقتش تليفيزيونات ما زال ما رصقتش حاجة ان شاء الله تلصف المقبيل وعدك ساعات لان ما قدنيش الوقت. بالنسبة الكوزينة الكوزينة اللي تغييرها تماما بالنسبة لهات الشرجم وهذا البنك وهذا هو اللي اعجبني انني طيرت وبع نهائيا ورجعت الكوزينة روعة بعد ما كانت هكذا هدي التغيير عليكم تماما. هاي الكوزينة بعد ما بدلتها جاهدك للشرجم اللي كتشوفوا ديك السرية جاتني في الوسط ما عندي ما نديرها ديك السرية ديالدار اللي قرطة للموبل. المهم هنا يا عندرت تلاجة فوق تلاجة غادي تشد مثلا ما كملاتش. بالنسبة للشرجم كنشكر ياسين ياسين يتكلف ليها بالدار كله وجايب لي يصنعي اللي كصوب ليات الكوزينة هادي بالبلافون بالجليج ديالها. بالنسبة للصالونات والبيوتها موقع الشي ديفو كبير. هذا يتشعل البوطة اللي كيكون على البوطة والبوطة واللافابول اللي درت بوطة اللي كي حضر البانقون اللي كان. وهذه الشرجم الكوليس ديال الالمينيوم. ودرس ديال الشبك ديال انوكس ديال باشي بقاليم زيان اصل. وهذا هو البلافون تهوه كي تشعل. درته كل مربع كي تشعل بوحده. وكي تشعل حتى اللي دفيه وكي تشعل بوطة. بالنسبة للبوطة اللي كنت هنا. وهو البوطة. واخرجتني هات سريعة. ما عندي ماندي. قدرت الماكينة تصابون. بالنسبة للفران. تلاجة. هذه الكاست المازال من فوق عدده تشد في فوق اللاجة. وهذا الجل جيب من بعد ما كانت الكوزينة اللي شفتوها في الفيديو الاول. وانتو ما اشتوها كي كبرات ورجعت غزاله ودرته الرخام ديال. وانتو ما اشتوها. اراكم غادي تتفكره. الرخام نشتلي اسم دياله وانتو ما تتعرفوه انتو ما نزل المغرب. كتتعرفوه هذه الاسماء المهم معروف. يجب أن يكون هناك الكزينة يجب أن تشعل على ثلاثة المراحل إما السبوت إما الليد إما نشعل بوحدة البلساء والذي فيها البوطة هذا الحمام يجب أن تغير حمام هذا هو الحمام بعد إما كمناه لديك اللامينات الجليج جديد غير هو اللامينات مات كذلك حتى تجليج هذا الحمام حتى هو مات يعني ما درش البريون تكلف لي بها ياسين وأنا كان بغي الحمام يكون فيها بريون يعني خلانص يعني ذلك البريون يكون في الججاج قدرت هذا البلافون قدرت ذلك اللي تجيب الريح كذلك أخذت في مرة ذلك الفاسك وطوالت نوعية مزيانة وهذا الدوش يجب أن تشعل على ثلاثة الألوان يعني ذلك البيض والصفر وشي شوية ثمنية يجي واحد اللون مزيون وبنسبة للطوالت من العطلية حيث يكون البنات الطوالت راه بحالها بحال الحمام بنفس الجليج الأرضي بنفس الطوالت بنفس واحد لابابوته هو في الكوان جايزوين بنفس الجليج الحيط وبلافون كذلك حتى يدرت لها المهم خرجوا ليش شوفوا ديالها من تمام المهم ما كتابش نسيت ما نعطش نوقع لي ما شجلتها شو ما نشجلها لكم على بعد كيفش محلولي الحمام لا تبجيش ولكن ان شاء الله اللي عم الجاي المقبل نحور لكم اللي تابقة وغادي يعجبكم كل شي ما زال دا ما مطلقتش داك الساعة الفراش هادا والمعلم ديالي اللي صوب لي هادا الديزاين هادا وعر هادا طارق اللي غادي نحط لكم مره بدياله ورقم دياله ورقم دياله ودريسة وكل شي أسفل فيديو وصوب لي كذلك هادا وخاعة هادا ونحطوض علي هادشي هادا طبلاق وعره وعره بززاف لباتنين ديال فنزار شي هادا طبلا دياله دالي معاها هادا هادا ديال السبابط هادا 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 وهدي الامرة اللي خدم لي يا عزيز هادا الخدمة كذلك ديالتاريق راني وخاة خدمة عندي هادا بيت النعاس هانتوما الخدمة دياله هنقرب لكم باش تشوفوا الخدمة هانتوما الخدمة دياله وعره واخر ما يكون زع ما راني ذرت هانتوما الخدمة لك وفوز طابل دونوي وهذا لك وفوز ثم الخدمة لك هذه العنبرة كنت اخذت مقتطافات ما زال ما اكملت لديك البنظر جميلة المهم اخذت واحد الفيديو كانوا يتواصلوا معي عبر الواتساب كانوا يتواصلوا معي يشجلوا لقطات ويشجلوا لي ويشجلوا لي عبر الواتساب المهم كانوا يتواصلوا ويشجلوا وكان شكرهم بزاف وهذا الصباق الذي نقدمون لكم هو اللي تكلف لي بالعنبرة وتكلف لي كذلك بالصباق عنده الخدمة الونقية وعجبتني بزاف بالنسبة تقولوا لي ما لاحظة على شخصينا ما زولتش الارض انا قلت انكمل كل شيء وعدم دي الارض ساعة قالوا لي كو كان قلتيها النا هي والويبان كنت غنبت لهم قالوا لي ده ما ما كتابش لانك تخسري العنبرة ان شاء الله سوف ندرها على وقت بالليزر في الارض وذلك ساعة نشوفوا الحل بالنسبة للبيبان بالنسبة لهذا المحال كنت شريت من هذا المرأة التي كنت اشجلوها لهم وتأهية شريتها عبر الواتساب كنت اختي كنت شفتها فاشهوت وعجبتني وعجبتني ووريت لكم الحانوة قولوا لي من طرف نادية والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله باستهلا وبركاته شكرا شكرا